أجندة احتفالية مكثفة بسنة الأمازيغية الجديدة كانت لها بالعرائش خصوصية التعريف بجانب الطبخ والوجبات الأمازيغية التقليدية والعريقة التي تقدم خلال المناسبة السنة الأمازيغية الجديدة استقبلت بأجندة احتفالات مكثفة في مدينة العرائش كانت لهذه الاحتفالات خصوصية الاهتمام بجانب الطبخ والوجبات الأمازيغية التقليدية العريقة التي تقدم في هذه المناسبة بمختلف المناطق فؤاد عزيزي دريس لكوهان للاحتفال بقدوم السنة الأمازيغية الجديدة مظاهر الشتاء النسوة كما العاد يشتغن على إعداد موائد تضم أكلات خاصة ارتبط اسمها بالمناسبة كتكلا والكسكس وأوركيما ولكل منطقة تقاليدها الخاصة نعيمة تقطن بمدينة العرائش لكنها متشبتة بترات سوس العالمة أرض أجدادها نحن نحن نهار كبير نحن نسكر تاقلال نسكر وركيما سكسوس العشوب ادرنان أغلبية تتعرف ادرنان تاقلال وركيما أغلبية تتعرف الأكلات كي يصنعون ومسابة كي يتعاملون نحاولون بشهد الشاب اللي طلع ده بش نعرفه بأكلات الأكلات المزيغية تعريف الشباب والأجيال الصاعدة بالتراث الآباء والأجداد والمحافظة على الهوية واللغة هدف هذه الاحتفالية الخاصة بالعرائش التي جمعت مشاركين من كل الأطياف الأمازيغية من الأطلس والريف وحتى من الجالية المغربية المقيمة بالخارج أي جبل ريف سوسي كلنا مغاربة ولكن كل واحد يجب اللغة الأم أنا دايما كنقلب عن اللغة الأم ديالي لعلماتي الأمازيغية كنقلب عن اللغة الأم ديالي باش نحضر باللغة الأهور ونحضر الولادي ولكن اللغة العربية اللغة القرآن كنحترموها كنقدرها ثقافة أمازيغية باش ما تنساش يعني ثقافة أمازيغية أخصت تذكر لا في المغرب ولا في أوروبا وحنا جينا هنا باشنا نحضره مع الإخوان وجينا في الصيف وعشبتنا من مدينة العرائش أنا سكن في الحسيمة ولكن دائما من فقس مجل الحسيمة كان جيد تل مدينة العرائش كان زول مدينة العرائش يبدو أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الفين وتسعمائة وسبعة وستين لا يقتصر فقط على الأمازيغ حسب بعض الباحثين ففي مناطق كشاوية ودكالة يوافق هذه الاحتفالات احتفال السكان بيناير الفلاحي أو بداية الموسم الفلاحي ولهذا السقاس مينو لكل أمازيغ ومغاربة العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر